كان شباب أوروبا يسافرون إلى الأندلس في زمن نهضة المسلمين فيأتون من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ليتلقوا العلم على أيدي العلماء المسلمين وكان الشاب الأوروبي إذا رجع إلى بلاده يفتخر أمام أقرانه بأنه درس في بلاد المسلمين ويعتبر هذا من مظاهر المفاخرة العظيمة وكان يخلط كلامه أحياناً بألفاظ عربية ثم يعود يتكلم بلغته القومية وقد أثارت تلك الظاهرة حفيظة رجال الدين في أوروبا في ذلك الوقت حتى أنهم أصدروا قراراً بالحرمان من الجنة تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكا كان شبابنا في أوروبا يتشبهون بلباس العرب المسلمين ويتفاخرون بنطق العربية فيما بينهم حتى وقف أحد رجال الدين في أحد الميادين الإيطالية اخطب في الناس مستنكراً تقليد الشباب في بلاده للعرب في ملبسهم وبعض العادات العربية الإسلامية لدرجة أن الشاب أصبح يقول لخطيبته أحبك بالعربية ليظهر لها مدى تحضره ورقيه فمتى نعود؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة